موسيقى روجت إحدى المنشورات لصراع مزعوم بين القطبين الأمنيين الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو قائد الدركة الملكية وعبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطنية ومراقبة الترابة الوطنية شوف تيفي تصلت ببعض العارفين ببواطن الأمور والذين استبعدوا هذه الفرادية بالمطلقة وأفاد المصدر ذاته بأنه وعكس ما يروج فإن العلاقة بين القطبين الأمنيين هي علاقة تعاون حد التنغم إلى درجة غير مسبوقة باعتبار تكامل المهام بين القطبين وأن تعاون بين الدركة الملكية والأمن الوطنية مفتوح على مدار الساعة مؤكدا أن ما حدث يوم الأحد وإهمال وقف الرجلان عليها واتخذ كل الإجراءات التقويمية والتأذيبية كل في مجال اختصاصها مضيفا أن التنصيق بين القطبين الأمنيين مستمر بشكل يومي بعد أن وقف على قصور في أداء المهام لعناصر الأمن والدرك المكلف بحماية أمن القصور الملكية في الوقت الذي تمارس فيه عناصر مراقبة التراب الوطنية مهمها في محيط القصور الملكية بشكل اعتيادية وفي الأخير أشار ذات المصدر إلى أنه وعكس ما يروج فإن حرام والحموشي الشغلان في تنغم تام في خدمة الملك والمؤسسات ترجمة نانسي قنقر